اشتركوا في القناة في الجزء الاول من حلقتنا والجزء التاني هو الجزء الشايق اللي كلكم بتنتظروه هو لقاءنا مع احد القاومات الطبية اللي فعلا بنناقش معاه اهم المواضيع اللي كلكم بتحتموا بيها ودائما بتبعتوا سألوا عليها النهاردة ان شاء الله باذن الله في الجزء التاني من حلقتنا هيكون دفتنا ودفتكم استاذ الدكتورة هيبا سدراك استاذ امراض البطنة والسكر والغدد عشان تناقش معاكم كل ما هو جديد بخصوص مرض السكر انواعه العلاج الجديد التشخيص مقاومة الانسولين طبعا الحاجات اللي بتهم بعض الناس اللي هي اعراض ما بعد الكورونا اللي بتأثر على الغدد الدرقية فيه ناس كتير قوي باعتوا سألوا عن المواضيع دي فان شاء الله انتظرونا في الجزء التاني باذن الله من حلقتنا هيكون موضوعنا خاص عن السكر والغدد في الجسم البشري الجزء الاولاني طبعا معنا الاخبار المحلية الحكومة تنفي وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان نفت تلك الانباء تماما مؤكدة أنه لا يسح لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن مشددة على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى زيارة مخصصات دعم الصحة للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة الجديدة 22-23 لتصل إلى 93 مليون جنيه مقارنة ب81 مليون جنيه عام 2021-2022 أيضاً الصحة بتقول لا تعارض بين الحصول على لقاح كورونا ومصلة انفلونزا الموسمية أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم مزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أي تعارض بين الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاح كورونا مؤكداً أن اللقاحان يقومان برفع المناعة ضد الفيروسات وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار ننصح بلقاح الانفلونزا لأنه له قدرة على الحماية من أربع فيروسات مختلفة للانفلونزا كما أن اللقاح الانفلونزا قديم ومعروف في منع الإصابة بالمرض من 50% ل60% ويقلل من خطر تعرض أي إنسان للانفلونزا مضاعفاتها وتم توفير تطعيم الانفلونزا الموسمية لموسم الشتاء ببكسيرة وهو متواجد حالياً في جميع الصيدليات برضك من الحاجات المهمة أنه كان إن شاء الله بإذن الله على آخر السنة دي كده هينزل لقاح هيجمع ما بين لقاح كورونا مع لقاح الانفلونزا الموسمية حتى هذه اللحظة طبعاً هو منزلش بس إحنا بنقول إن الناس اللي متعودة تاخد لقاح الانفلونزا من السويدين من حاجات كويسة جداً اللي بترفع المناعة مع اللقاحات العادية بتاعة الكورونا الصحة العالمية بتعلن عن علاجين فعالين لفيروس إيبولا أعلنت نظامة الصحة العالمية عن توصيات جديدة لمواجهة فيروس إيبولا وبعد مراجعة منهجية وتحليل التجارب السريرية العشوائية لعلاجات المرض فإنها تقدم توصيات قوية باستخدام اثنين من العلاجات هما M.A.B.114 إنسوفيماب أبيباجنا وR.I.G.N.I.B.3 إنمازيب وذلك لمواجهة المرض مطالبة للمجتمع الدولي بالعمل على زيادة فرص الحصول على هذه الأدوية المنقذة للحياة وأوضاع المنظمة أن هذا الدليل العلاجي هو أداة حاسمة لمكافحة الإيبولا وأنه سيساعد في طمأنة المجتمعات والعملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى بأن هذا المرض الذي يهدد الحياة يمكن علاجه وفضل الأدوية الفعالة أيضا الصحة العالمية تدعو لمواجهة جدر القرود ووقف نقل العدوى دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تيدور هاد هام إلى ضروري تركيز جميع دول العالم على ضمان استعدادها لمواجهة جدر القرود ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات الصحة العامة الفعالة بما في ذلك المراقبة المعززة للأمراض والتعقب الدقيق للمخالطين إضافة إلى إشراق المجتمع وتدابير الحد من المخاطر مؤكدا أن اللقاحات قد تلعب دورا مهما في السيطرة على تفشي المرض وهناك طلب كبير علي خاصة في المجتمعات المتضررة طبعا إحنا بنحمد ربنا الحمد لله الحمد لله حتى هذه اللحظة يعني في أكتر من 34 دولة ومتدوا لغاية حاجة وتسعين دولة عندهم مرض جدري بتاع الكرودة إحنا عندنا في مصر الحمد لله الحمد لله حتى هذه اللحظة مفيش وبردك بنقول للناس يا جماعة يعني ما تقلقوش هي الموضوع بإذن الله بإذن الله تحت السيطرة إحنا هنا في مصر كنا طول عمرنا بناخد التطعيمات من وإحنا أطفال لغاية ما كبرنا التطعيمات بتاعة الجدير المائي وده بتدي درجة من درجات المناعة البسيطة طبعا بس يعني بتوقع درجة من درجات المناعة ضد جدري الكرودة أهم حاجة أهم حاجة إن هو في انتقاله يعني يقال إن هو أكثر الناس المصابين بيه بيبقوا الناس اللي عندهم شجوز جنسي وفي المناطق بتاعت يعني هو بينتشر بيبدأ الأول في الانتشار في المناطق اللي حوالين مناطق العانع في الرجالة أو في مناطق فتحة الشرق من وراء فطبعا إحنا الحمد لله برضا كالحكاية دي إحنا ربنا حمينا منها شوية ما فيش عندنا الكلام دوت في مصر فربنا يحمينا ويبعد عننا الأمراض بس زي ما بنقول يا جماعة الكورونا مازالت موجودة ما نعودش نجري وراء الجدري الكرودة ونشوفه بيعمل إيه وما بيعملش إيه نفكر في الكورونا الكورونا مازالت موجودة ومنتشرة فلو سمحتوا التباعد الاجتماعي مش هتقدروا تعملوا التباعد الاجتماعي على الأقل لبس المسقاط في الأماكن المغلقة دي مهمة جدا جدا وغسيل الإيدين والوش بعد الواحد ما يرجع من أي مشوار ربنا يحمينا ويحميكم فاصل قصير ثم بعد الفاصل موعدنا مع الأستاذ الدكتورة هيبا سدراك أستاذ أمراض البطنة والغدد والسكر عشان نناقش كل ما هو جديد في مرض السكر انتظرونا بعد الفاصل